أسامي الجابر مدير عام كرة القدم ألف مبروك فوز عريض وصفها أسامي هوساوي بأنه ليس فقط ثلاث نقاط وإنما أكثر خمس عن الشباب وأكثر من ست نقاط عن الاتحاد الحمد لله هو الشيء أحمد الله واشكرا على هذه النتيجة اللي جات حيية بجهد الجميع يعني كأن ضباط اللاعبين روحهم إحساسهم وأنا قلت لي قبل ما في اللقاء الأول إذا اللاعبين حسوا بالأخطاء الشخصية اللي حصلت من برات الشباب اليوم تفادوها والحمد لله هذا لا يعني فوزنا بخمسة أنه الاتحاد فقط كان سيء الاتحاد كان عنده فرصتين الشوط الأول القائم أعتقد فيها واحدة وفرصة النمري الأولة وبعدين القائم وبشر نوال أعتقد أنها ممكن تغير مجرى اللقاء لكن هذه هي كرة القدم لكن نحن في النقيد نحن استغلينا فرصنا ولعبنا بتركيز كامل 45 دقيقة وبين الشوطين كان فيه تغيير تكتيك تقريبا 45 دقيقة ثاني مجمل القول أنه مباراة أشكر فيها أيضا لاعبين نادي الاتحاد على هذا الروح مهما كان يبقى الاتحاد فريق كبير لكن نحن عندنا برضو مشوار أنتهى الجزء الأول بيقر الجزء الأهم اللي هو الدور الثاني أتمنى 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 أن نحن لا نبعد بعيد سواء كنا لاعبين أو جهاز فني أو إداري أو جماهير أن نحن عندنا هدف الهدف الأول هو احترام الخصم أي خصم قادم أن نحن نواصل على هذا المشوار يعني يمكن ما أخليه أعطيك فرصة تحكيه لكن عندي شيء واحد أعطيك شيء واحد لن يستطيع أي فريق بحول الله وقوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أي فريق أهزمنا بالحضور الجماهيري اللي حصل اليوم اللي حصل اليوم أنا رجعت عام 94 و95 بطولة عربية أي جمهور أي نادي عنده جمهور بالشكل هذا ويحضر ويتفاعل طوال 90 دقيقة لا يمكن أن يخذلوا لاعبين حتى لو أنوا اللاعبين مم ركزين سيجعلهم الجمهور ركزون أنا عاجز عن الشكر باسمي باسم اللاعبين والجهاز الإداري والفني والجميع أنه عاجز عن الشكر لهذه الجماهير الوفية اللي حضرت اليوم متأكد أنه المبرة الجايحة سيكون مودة بل تربل إن شاء الله اليوم شهدنا فرق اللاعبين كلهم سواسية ولكن كان هناك فرق على مستوى التسجيل على الأقل تياغونيفس يسجل هاتريك وهو الهامس يسجل هدفين يعني شوف أنا أعتقد أنه اليوم أكبر دليل نحن ما عندنا فقط نجم واحد إذا غاب نجم أو نجمين الفريق تأثر اليوم عندنا حلول الحلول تمثلت في تياغونيفس وتمثلت في الهامس ولكن من صنع أيضا أنها يسر تحرك بشكل إيجابي وكان غير محظوظ في فرصتين واحدة منها العارضة واحدة منها كان تقريبا غير محظوظ يعني بما معنى أصح الشهوب اليوم يلعب أدوار دفاعية وهجومية في نفس الوقت يعني اليوم الانضباط التكتيك للرباع الدفاع يشكر يعني كل واحد يدك تبوس رأسه لكن أداء الكوري لي كان مثالي للغاية أنه جهات اليسار للانتحاد خطيرة جدا الزوري أيضا لو لاحظنا بو شروان لم يقدر على الزوري راح أنتقل عند لي وكانت نفس المعادلة ما تكلم عن أسامة وما جد لأنه الجميع شاف ووراهم محمد دعي لكن برضو أداء لو شفنا المدرب كيف أنه لما شاف الضغط على رادوي الحالة وفي أحد يستلم من خلف رادوي وهذا يسبب أزمة ومشكلة غير عبداللطيف الغنام بعد إصابة الفريدي أخيرا سامي اللقطة مع مخرجنا كان لك حديث مع لو سيانو حديث عتب أنا لو سيانو يعني كان يتكلم وأنا أقول له بدون ما تتكلم يعني مو بلازم الكلام خلاص انتهت المباراة يعني مع عتب حتى لما خلصنا أنا ذابت لأك هالدوري دابت لأولو سيانو ولعبي الاتحاد لأنه هذه كرة قدم وهدفها مو بمثلا أنك تفوز في مباراة يجب أن يستمر للاحترام والتقدير الجميع أنه ما لداعي تتكلم الكورة انتهت المباراة هذا بس كل اللي صار بين أخيرا سامي مدام دكال كالديرون هل نقول اليوم من فاز غيرتس ولا كالديرون في الأداء على مستوى الملعب بغض النظر عن النتيجة أشوف الفوز اليوم النتيجة نتيجة خمسة فاز غيرتس أكيد بنتيجة ومستوى والتكتيك كان يغلب لكن في عناصر أيضا في الاتحاد من موجودة أكيد أن المباراة يعني قراءها غيرتس بشكل أحسن أحط احتمالات جميع تقريبا كل الاحتمالات حطها وزي ما أنا ذكرت لك بعض الاحتمالات قبل المباراة حط جميع الاحتمالات يمكن اللي ذكرت لك يا احتمالين لكن هناك ثلاث احتمالات أخرى لكن فكر وعقل مثل غيرتس أتمنى أن الجميع يفهم دائما ما يقول ما يقول يعني شيء ماذا نمو عارف وش يبغي سوى لكن على العموم نرجع ونحط رجلين على الأرض المباراة انتهت الحمد لله بثلاث نقاط مهمة وفوز مستحق وعلى فريق محترم جدا جدا لا يعني خسارته بخمسة هداف لكن اليوم احنا كنا الأفضل استغلنا فرصنا لعبنا بتكتيك انضبطنا تكتيكيا سمعنا أشي يقول غيرتس نفذ اللاعب نطبق أنا أعتقد من الجميع أساهم اليوم في الفوز بهذه النتيجة الكبيرة شكرا